السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام في هذا الفيديو سوف نتعرف على أهداف الاستماع والتحدث يعني المكون الحكاية والاستثمار والوضعية التواصلية الهدف من هذا المكون هذا هو أنه تمييز أصوات اللغة العربية سمعا ونطقا سليما تمييز صوت معين في مواقع مختلفة من الكلمة تمييز الأصوات والمقاطع والكلمات في الجمل المسموعة تمييز كلمات تنتهي بإيقاع صوتي متماتل فهم كلام محاوره في مواقف تواصلية ملائمة لمستوى فهم المعنى العام للنصوص المسموعة فهم المعاني الفرعية للنصوص المسموعة فهم المعاني الضمنية للنصوص المسموعة إعادة ما يسمعه بطريقاته الخاصة المتعلم يعيد ما يسمعه بطريقته الخاصة تحديد الفكرة العامة في النصوص التي يستمع إليها ربط ما يستمع إليه بتجاربه ومعلوماته السابقة تمييز عناصر القصة التي يسمعها من شخصيات وأحداث وزمان ومكان وعقدة وحل تقديم نفسه أو أحد زملائه التحاور مع رفاقه بلغة عربية فصيحة وميسرة التحاور والتعبير شفهيا عن أفكاره ومشاعره وحاجاته بجمل بسيطة ترتبط بالمجال وباهتمامات الأطفال التواصل بطريقة ملائمة حسب سياقات تواصلية مختلفة مراعاة آداب التواصل المتعلقة بالإنصات والتحذث في مواقف التحاور والنقاش سرد أعماله اليومية التعبير عن موقفه من خطاب موجه له أو لغيره يعني الأمور كلها قتلق بالمتعلم التعبير عن أفكاره في وضعيات من الحياة العادية وصف مشاهداته ومشاعره شفهيا مناقشة ما يسمعه من أفكار ومعلومات إعادة سذ أحداث حكاية أو قصة التواصل شفهيا باستعمال رسيد معجمي وظيفي يتم تعزيز الأهداف السابقة بأغراض التواصل المتعلقة باستعمال أفعال كلامية ليعبر المتعلم عن أهدافه من التواصل يحيي، يشكر، يودع، يعتدر، يقدم نفسه يقدم الآخرين، يطلب معلومات، يقدم إرشادات، يأمر، ينهى، ينصح، يبدي رأيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر